اشتركوا في القناة كعناك خلاص ايه 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 اربش اللي احرفينك هادر الصابد بولة كارمين مستيزن عمي مستيزن عمي مستيزن هاتوا هنا هنا يا شعب اوفا كان اتحدى بالله واعقل ورمي السلاح لو اطرقت خطبة هقتله وتقتله انت ليه؟ معنك البيعة دي الزابط اللي تتاخد منه طبانجته ما يلزمناش تاني حتيجي اغلب الزابط يا خرتوشة انا بحتيارف يا باشا انا.. هاتر فيها انا بتاجر السلاحة باشا انت بتاجر ايه؟ انتاجر السلاحة باشا ايه تاجر السلاحة باشا من عجل وجعت؟ ايه باشا مجلت تاجر فين؟ في السلاح ومسعد فى المغزن فىن؟ فى المغزن باشا هاخرب! انت جاي تغني بعد ما الفرح خلص خد السبون يلا يلا يا عم انت صدقت نفسك ولي ايه ايه بحصي ابنك اديتك علف يا عم اولا حاجة كانت حتيجي في دماغك ولي زملك شهيد اقول الله يتخيل انت بقى شهيد معتز قوم يا عم مسك ده الحر يلا عشان النيابة تشوفش كلها بقى خلاص بسا انت ضربة شواء انت ضغط لفند المنزن جواك يا فند المنزن جواك يا فند المنزن جواك يا فند شامي عبني سريدي دي اجي ركاموا معك البوكس لو تهيد عليك الحامل الهوهوهوهور اهم كلني يا عدد صغر احبيد اعمل لك حاجة ولا ايهه عيد جماية دخلين مأمورية وانت بازدوم على الجدع دوا وده بيقدي برجل واخر ريج يقدي برجل عده اخر ريج انا انا ايه جاله تليفون تليفون وعند دخلين مأمورية عايل سيس يا انا اه طبعا عايل سيس لابقى اصابة محترم دخل مأمورية وديروا تليفوني بعايل يا دي الكسفة عبا صدوك نعم سبعة الفول ليست الكل سبعة الخير يا حسام ايه يا ابن انت فيه كلمتك كذا مرة ومتردش عليها ليه والله كان عندي شوية تقول لسه مخلصوا اه طب متتأخرش عليها بقى يا حبيبتي ما سافت السجة بس انت بصير العروس بس انتك العافية يا حبيبي لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله على السلام 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 صباح الخير يا ابوي صباح الخير يا ولدي صباح الخير يا جامر صباح الخير يا عريس قوم يا عاد قوم قول لهم يجوه لنا القاوة هؤمرك يا سيد النهر الله يفتح يا طريق لك ايه سابع ولا طبع ميت سابع يا ابوي ايه رأيك في نجاوت ابوك ما فيش حسنك ده يا ابوي خير ما اخترت يلا بش يدي حيلك وتجدعن عايزين اكتم لنا البيت عيالة عشان نبقوا عزوة يا حبيب قبول كبير واحتاج عزوة ثانية المهم نتكلموا في الشغل حاضر يا كبير عاوزك تشد من مكتوب للخواجل بيع على اللاف توب بتاعك عشان نتفقوا على العملية الجديدة أمرك يا كبير يا مسهل يا رب هاي سهل تخافش هاي سهل بس انت اشوف شغلك نياب صافر اتفق على عملية جديدة واحنا هناك جاعدين زي الولاية ويربنا على خادنا نافس يشوف فيهم يوم يابا نافس يشوف فيهم يوم بدل ما تقعدوا تهروا تيوا الكتوب دي روح نشتغلوا زي أولاد عمكم عشان تبقوا رجالة مالو خالجاتكم نشتغلوا كيف ومواكنين السوق كله وبيبوننا الفتافيت يعني يا ابوي هو احنا نعرف وندخلوا حت السلاح واحدة في البلد دي من غير دل عمي هاي ده قدخنا بالنعم الغير ما نصعبوا عليه وتواني بلابيسي كمان لانكم هافية وملكمش وزن خبريه عاي يا ابوي ماكسين هم لعنيه ايو ماكسين مخ ومعارفين اشتفكروا صح ويه هو الصحوا عادي يا ابوي خليهم يشتغلوا لهم الفلوس عشان نصيب منصور وادنجيب أختكم هم ماليهم غيره مفرد جابر خلى فوات تاني من أي مرة من حريمه عني اعملوا ايه بكتا او ديها خلى بنحكمة بنت التراشن قل اوه برضيك هيجنف فلوسهم نصيب منصور الزغير وادنجيب أختكم وده ايش ايه بحرف لوسهم اهنا وقت اسني دي سير بدلا ما نصدموا مع منصور ونروح كلنا في توكر Ho, Ho, Ho شوف دي محروس ازاي بنادخنوا البطاعة اه شوف وأوعدك يا دياب أني هتعلم إن شاء الله أخوي يا جامر لك يا سجاب لك محروس كيفك الحمد لله مش بعاد يا دياب تاجي وتستلم البضاعب بذات نفسك يتفرج محروس على الشهر وبيقي واحد من نينة بلكنت دياب ده ما يعرفش يعمل حاجة واصف لا يعرف يستلم ولا يخزن كتيره يعرف يتفق مع الخواجات وبس وبعدين يروح يأكل حمام وينام جابر ده ملك الدخيل والتخزين والتشوين كمان والتوزيع ولسيت ياك لا منسيت شي أمو يا رجانة جواب جواب أكبر 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 الأوقات أكبر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بس شكله كده ساءل والطقص وعرف ان انت اللي قتلت جابر وعبطت على دياب ماشي ماشي خد بالك من نفسك يا باشي ما تقلاش علي لعايزك انت بقى تركز وتجمع لي كل المعلومات عايزة امسك منصور متلبس ونوصل للجماعة اللي بيتعامل معاهم برا مصر عشان نقفل العملية على نظافة ساعتها بقى حلو وعدك ان انا هكلم السادة المسؤولين يرقوك ويديك مكافأة يدينا ويديك طولة العمر يا باشي يعني يعني بس كنت يعني بحتاج مكافأة كيدا صغيرة زي المكافأة اللي سيادتك خدتها اصبر محاولش هوملك عشان يملك عنك الفرغة طب ان شاء الله وركة فرغة حتى اصبر به نفسي يعني مش مكافيك اللي بتهلبه بمنصوره عياله ماني لازم ان اعمل كده يا باشي عشان يصدقوا انني معاه طب اخوة استنى يا سادر ع الدناوة ايوه كده يا باشي خد الخمسناية دي حلب يا بؤ وهو البؤ ديه برضو يا باشا يتحلب خمسناية دي اقل ترطايا النهاردة باكتر من مية جنيه ترطايا بلاش ترطايا خليها اعسل ايايا هيقافياد ليك ولصحتك بدل ما تدخن حكمنتا لما بتدخن مو حق بيتخن سلام سلام يا باشي باشي حكمت المحكمة حضوريا وبإجماع الآراء بأحالة أوراق المتهم بياب منصور شفيع البطاش إلى فضيلة المفتي وحديثت قلسة 12 ستة للنطق بالحول رفعت القلسة محرم ماي أنا أنت أودي الحلالي محرم 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 اشتركوا في القناة 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 سلمة اشتركوا في القناة 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 امان والله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كم؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والليا بتاعت مساكن الزباط دي سندوق مليان فلوس يعني لو حضرتك كده دورت ودعبست ممكن تلاقيه من عندك اقول تانية؟ انا قلت اللي خلص زمتي جدامك يا بان اشتركوا في القناة 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 حاجة ساعدكم يا بشة مش تبصوش هو اغني دي يا احب السندودة تعالي حسن بيه انت يعني كنت جايبه اهام الله ارحمه حتة من جهازي اينا عماني مش غالية بس هو والفلوس اللي ايه هو دي فلوس دي انا معرفش على حاجة مش حسن بيه احنا اسفين مضطر اقبض عليك يا بشة انا عندي شهادة مهمة ومسر ان انا اولها علشان اخلص دميره قدام ربنا فضل اقول انا شفت المقدم حسن هو بياخد شنطة من اتنى رجالة قبل العملية وكان انت متأكد انا ساعتها ما كنتش مهتم بالموضوع وما اخدتش بالي ان الرجالة دي تابع منصور بس بعد الاتهامات اللي تواجهتله اتأكدت شكوكي عشان كده جيت اخلص دميري قدام ربنا انت عارف ان اللي انت بتقوله ده في دليل ايدانة واضح للمقدم حسن يا بشر هياد الحية والمقدم حسن غلط والله غلط لازم يتعاق امرنا نحن رئيس نيابة شرق القاهرة تجديد حبس المتهم حسن نجيبي الالي 15 يوم على زمة التحقيق على ان يراعى له التجديد في المعادة قائل يا سيت المقدم وزي ما بقولوا حدا انا في الصعيد اولا الرقصة حنجلة من نسر اللي معلّجوا عكتافك حخليينهش بقلبك ناشي وقل لك ته المنصور الكبير ومراحش محترم يا حسن المحكمة استعملت معاك الرقصة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حكمت المحكمة حضوريا على المتهم حسن نجيبي الالي بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاث وأمرك بمصادرة المبلغ المبوط قبولة انتوذى للنواة انتوذى للنواة متوذى للنواة يا قصور ايه تربة في عيسك يبقى لك فيك يبقى لك نفسي نفسي أشوفه نفسي نفسي أضبه القليل مش عارفه قوللك ايه يا طلع مش عارفه قوللك ايه انت من النهر ده ودعا يمين اني ما عملتش حاجة ده اني ما عملتش غير الواجي وبعدين اني لعمك دافي من خيرك بس هو يا عمي ايه حكمت حصلها حاجة لا يا إستي حكمت بخير والحمد لله بس فيه مغزم من المخازن يتسرق شو ليه؟ أنا روحت أنا والست حكمة أم منصور عشان نقرد المخازن زي ما انتظر لأينا مغزم فيهم مسروق ساعتها هي تعبت وأنا خدتها على المستشفى عملوها يا العلام عملوها معقولي؟ ممكن يكونوا همي؟ محدش غيرهم يستجري يا ملك ده كان خبرهم زي وحبفر وقبرهم بيده طاهر تاخد واحدان وتروح على المخازن وكل البضاعة المتبقية تنقلوها للمخزن الاحتياطي مخزن الاحتياطي؟ إيوه بس يعني أنا معرفش حاجة عن المخزن الاحتياطي دي واحدان خبره زي المخزن الاحتياطي دي كنا ندار فيه البضاعة لما الحكومة شمي خبر المخزن الاحتياطي دي كنتعلم ج dois السج Bu فاكس واسخ عملتلك ايه انا؟ عملتلك ايه؟ هتبارك من هاري ليكي انا لو عايز اتباحك دلوقتي هتباحك بس انا مش واسخ زينك ايه ده ايه ده فيه ايه؟ انتوا ليتين حبس انفراضي عشان تبطلوا تخنوا مع بعض يلا خدوا يلا يا باشا هو خلاص مش عايز ولا كلمة ها اتباعك جبت الحاجة اللي قلتلك عليها؟ ايه واي كبير بس انا عاوز اسأل احنا هنربع دهنيه كثير شكلها كده لما شوف اخرتها مع عمي وقيال ايه ده؟ اما لسه عاوزين الاربعين في المية عمول يا بردك؟ ما قد امناش حل غير كده انا عارف انه طماع بيستغل لوطعي بس نعمله ايه؟ طالما الواحد مكسور لازم ان نطاطه ونرضى بالموجود صح والله يسامح عمك وعياله عمل لينا حاجنا كله عناي محدش عملها قابلك الناس طول عمرها بتترجى الرحمة ميلي ما برحمهاش وعمري محتاجت لحد تيجي انت اتعلم علي كميلك ده عالراسي عموهم ومن النهاردة يحرم علي ازيتك لو مدين يعني خلاص لعله صحاب واخوات وحبايب والله هتخضر انا بفهم في الاصول وعلى فكرة بقى انا كنت مزقوق عليك واخد عربون كمان مزقوق علي ميلي زقك الوات زين زين وميلي زق زين ده وات اسمه ابو لغم ابو لغم وزين بقولك ايه سيبك من ابو لغم وسيبك من زين قولي العلم ايه اللي حدفك الحد في السودة دي ما تقوليش انا انا ماليش دعو انا بتاع الصعيد وكانت القضية ست شهور انا افتكرت طمعي وغبوتي ما انت عارف انا طول عمري شغال في البلطاجة قلبت التخصص وقولت اشتغل في النصب وطلعت الطلعة والتانية وللقاسف بقى في التالتة وقعت وشرفت هنا خمس سنين مانديه قلتتك الاخ العلم هو اسكتنال ودخل بو حمره كنت ماشي في البلطاجة والاشيا بومبون ايه اللي خلاك تغير الكرير بتاعك النصب ده فلسفة علم شياكة اخلاق دخلت بالحمار خليه يلبس سباك من انا معنك ما هو على الشاطر عندك حق يا دابوب ما هو على الشاطر ما تزعنش مني وان انا بعل اي حاجة انا عملتها في حق الغلو وعلى مادة ايدي اللي عزت اتقتها دي سماح يا سيدي وانا يم احلى واحدة كوكو في الدنيا طب بمناسبة القعدة العائلية دي مش عايزين تصلحوني انا كمان فطحوا صفحة جديدة معايا ايه في حاجة بس استاذ العلوك اللي اخدها مني في الاول خالص النظارة مش شايف احل خالص خالص لعلو عشان خاطر عشان خاطر حسان باشا النظارة انا اكرمك يا رب حبيبتي عشان قوي ه甜 ايه دا 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 ايه يه يا ابيasmر في ايه شاف على الفريطة ولا ايه انا ما انتظر احفين ان انا عاديين فيها دي لأكتش لألالالال прив bás اوه د Monitor عارف من مين وراه؟ انا عارف عارف؟ اه عارف احبهولك؟ مين؟ دياب البطاشة الحمد مش شرط يا حسين لا شرط وانا متأكد من اللي بقولهولك ولو تحب أدلك علي يسلمهولك أدلك والله لو كلامك صح يدلني علي في ودي اسم الطاهر المستيش شغال في الإدارة عندنا في البوفيه متطوع الودة نكنت زرع وسط البطاطشة عشان يجيب لي أخبارهم أول بقول وإزاي بد مهم إزاي ده شغال في الإدارة ومحدش يعرف حاج عنه؟ لأنه كان عميل سري محدش يعرف عنه حاج وأول ما القضية خلصت ومهمته خلصت وبعد اللي حصل لي طبعاً محدش عرف عنه حاج وليس شغال في بوفيه الإدارة؟ هتلاقيه متلاقح في البوفيه عايز أقبود على دياب دياب؟ واني مالي ومال اني من ساعة اللي حصل له حسين به واني ماليش أي دعوة بالشغلانة دي سبته يعني يا طه يعني خلاص يا ساعة الباشي أنا دلوقتي بشتغل شغلانة تانية عايز أقبود على دياب طب يا باشا يعني قديني شوية وقت وأنا هعيز وأي حاجة هعرفها حاجة أقولها أنا هتجيبني المعلومات أمت؟ قولي يا رب يا ساعة الباشي أي معلومة عرفها تيجي تقولي على طولة طه أوامرك يا باشا ما تقوم يا دي يا وهدان تعمل لنا كوبايتين شاعة ماليش نفس اعمل كوباية واحدة يا معافي طاهر ايه وقت دي الناس؟ عاوزك تبلغ عمي أني كلمت الناس اللي بروا وخلي جاهز نفسه لعملية الجديدة وتقوله يحول الفلوس على نفس الحساب اللي حاول عليه قبل الجديد لأنه الشاحنة هتكون عمصوله في ظرف أيام الله أكبر هو ده الكلام خلينا بقى نرجع نشتغل زي الزمان بدل قاعدتنا اللي جايباننا الخسارة ايه؟ وعاوزك تتصل على الحكومة وتقولهم على مكانه زمان العملية وتقولهم أنه دياب حيبقى في العملية كمان ولما يسألوك عن اسمك وتقولهم فعل خير وتجفل السكة جوا مفهوم؟ والنعمة الشريفة أنا مفاهيم حاجي كيف؟ يبلغوا عنك وعن بضاعتنا وعن بجالتنا كيف؟ أنا أقول لكم عاوز الحكومة تكبس عليهم متلبسين واللي بيفلت منيهم إحنا هنخلصوا عليه وكده نكون ضربنا عصفورين بحجر أول هام نخلص من عمي وعي ألف محدش زحمنا في الشجل وتاني هام محدش هيطلب تاره من نينة وتالت هام لازم إن الحكومة تقرف إنه دياب تجتل في العملية دي فاهم حاجة عمز دي ايوة طبعا ما تجتل وما تجتل شيء يعني نعمل تمثيليها على الحكومة عشان نجفلوا صفحة دياب ونشتغلوا على مضافة والله وجاتلك عطبطاب يا طاهر وبكده تبجرة مثل النقيب محمد علام وولاده عظمى عضعت فيه ونفست وعدك لدياب وثبت حسن نيتك في النحيتان وإخلالنا الجاو وأني ودياب ومحدش يقسمنا في لقمة عشنا اشتركوا في القناة شهادة الضابط محمد والقيوة اللي معاه أكيدت ان انت ميت والتحليل اللي هو اسمه دي يعني ايه دي يعني ايه ايه وهو دي ده معرفوش يعملوه لان الجسس كلها تفحمت وشكلهم كده قريب اوي حيعملولك شهادة وفاة بإذن الله اهلت يا أستاذ حسام الهلالي تفضل شغل حتصول ومضيلي بقى انك استلمت حاجتك حاضر مضيلك اه complete تفتكر هنا احسن ولا بره احسن حصول اه اقول لهم حُصل بعضوا يا ابن هنا سجن صغير وبرا سجن كبير ولا احنا عايشين صح برا سجن كبير ماشي ببه خلينا نشوفك بقى شو بقى في السجن والك بقى حصول ان شاء الله السلامة حبيبي السلامة السلامة سلام دفع مش الشغل بس اللي رفتني هماما الدنيا كلها رفضان كل الناس زي ما يكون جارة بقى اول ما ادخل حتة الناس تتفرق بالحول اصحابي معارفة مستغربوا ان الناس دي عرفاني ومعشراني استفاج اولا كا انهم يعرفوني ولا عشروني اتخالي مهاردة رحت بقى الحبيبي او يعني المفروض انه كان حبيبي قلت اصدف شغلانا كده تمشي الحال يعني اتخالي يرد على يقولي ايه ايه اللي جابك ايه ويختم كلامه بايه امسح نمرتي من على تليفونك وما تتكلمش هنا تاني ولا تعطل الله يا ماما كنت باجي داخل عليك نجوه من وقفة ما عليش يا ابني احنا بزمن العجايب البلاوي ما بيجيش غير من اقرب الارهبين لنا الناس خلاص ما عادش عندها ثقة بحد صالح يا ماما ان انا بقيت عالى عالدنيا عالى على كل الناس حتى عليك انت يا محمد مش عابي مش نتحكى لبقى تصدقى انا ساعات ببص نفسي في المراهة بحس اني عالى على نفسي بتقولش كده يا حسابة ما توقعش قلبي اكتر ما هو وقوع يا ابني ليه الحقيقة يا واما ليه الحقيقة ده انا مقهور اهلا والله يا ماما مقهور اهلا صبر علي نفسي اهلا سوف ايزيني برحلي همال بيتهون براه يشب بيتهون بسجنة بحسنة فقط اننا مش اشارا لانا لي اسمينا زورا همرا كبير بليزين ان ديشاني هلوك أنا شقة هي دي يا مام متأكدة يا لولو؟ هي و هي دي في أمان ما لها الشقة دي؟ الشقة دي بتاعت حسامي مهلالي صاحب معتز الله يرحمه باله أكتر من كلت سنين مش عايش فيها فيش مشكلة ماما ممكن يكون بيأجرها غرف الإيجار أنا بقى هنفضل كل الشقة شقة شقة واسمت؟ ازاي كمان؟ وازاي ملك؟ ملك كانت كويسة لحد ما حد فتح لها البيب وخوفها هي بسم الله يا ما شاء الله كبرت بقت عروسة ازاي كمال لوك؟ كبرت عني يا وحش حبيبتي أنا مش وحش انت خايفة مني ولا ايه؟ طبعا خايفة دي طفلة وانت طلع لها بالمسدس وبترعبها عايزة تعمل ايه؟ يعني ما تخافش؟ بس يا عمر ده عمر أخوي عاصل اه ده بسهل أنا أصد عمر انت و... وصلت انت؟ من جيت الحق أنا وصلت ما وصلتش بس بص بقى من لوك مش عايزك تزعلي مني أنا آسف أنا كنت متغاز عشان انتو بتلعبوا كورا من غيري كنت عايز يلعب معيكو فخرجت زاعد والمسدس ده ليعب هجيبلك واحد زيه طلع وايه ايه رأيك؟ خلاص صوف يا لبل ووصة بقى بتشاولك أحلاقا عشان خاطر عينيك يا أحلاقا تفاين؟ هل انت رأيلي؟ هل انت رأيلي؟ كل سنة وتطعيب أسلم كل سنة وتطعيب أحمد موسيقى 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 ان انا بطور عليك من زمان موسيقى 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 كلا.. لا قادر أتباحك ويتمرنا أتباحك أفاهم عليك يا طاهر أهوك دي الشغلي ولا بلاش وكل ما توزعت الفلوس في حسابات كتيرة تاهت ومحدش حيقدر يتابعها مش ناقص غير أني أنت تلاعب لنا الأرد وتوصلنا على بضاعة نجيبها من برا نبيعها ونأكل فيها لقمة عاش يا ريت يا طاهر بس كيف؟ إحنا بحاجة للرجال ده التهريب عاوز له ناسه ومش أي حد يعرف يدخل البضاعة ده عالم تاني خلاص قدي العشلة فباني هات مهربين بالأجرة يخلصو لك المسألة دي دول مش عاوزين أجرة عاوزين نسبة ما تجلش أنا أربعين في المية من كل عملية يا ديني النبي أربعين في المية؟ وغيرك ده أنا مضممش يسرجوني ووصلوا البضاعة للمخازن نقصة لا بضاعة إيه دي اللي توصل نقصة وده كلام؟ طب يعني إحنا هنفضل قاعدين حطين إيدنا على خدنا كده وإحنا معانا كل الفلوس دي وكمان معانا اتصالاتنا بالناس برا كل ده مش مهم المهم كيف ندخلوا البضاعة ونخزنوها ونوزعوها كمان سيدي دياب سيدي دياب الزابط حسام الهلالي بيشتغل بلطجة في كامرية انت بتتكلم جد يا ديا وهدان؟ هيوه يا سبحان الله دي زي ما تكون تاهت والإناه هي ايه دي يا طاه مش الزابط حسام دي كان شغال زابط في المكافحة والحكومة رميته في الشارع لما احنا لبسناها قضية ورميناها في السجن قول يا طاهر انت حتقول لي جسة حياته عاوز تقول ايه؟ عايزة اقول ان ما فيش غيره ما فيش غيره يا سيدي الناس هو الوحيد اللي هيقدر يساعدنا ويدخل لنا البضاعة من بره انت بتخرف بتقول ايه يا طاهر؟ اهدي بس يا سيدي حكمت اهدي كده وخلينا نتفاهم بالوصول حسام دي كان واحد من رجالت الحكومة وعارف انعبه وعارف كمان بيفكره ازاي يبقى هو اللي يساعدنا وهو بالنسبة لنا زي زكر الكوتشينة نقش به وبعد كده نحرمه ونعرف منينه حيقبل يشتغل معانا مش ممكن يرفض يرفض كيف؟ عليه سابقة والحكومة رمياء وبيشتغل بلطاك الكبارية يرفض كيف؟ البلطا جهينة قدام اللي حيعملوا معانا خلاص يبقى نجس نبضه يا سيدي الناس كلام موزون يا طهر موزون كيف يا دياب؟ انت حتوهم مع العامة نوسكوتي يا حاكمة انا قلت حكتلوا يا انا حكتلوا بس خلينا نستفيدوا من نيفي الاول قبل ما نكتلوه ما لقيتش غرده اللي يشتغلوا معانا؟ مجبوري مجبوري ما فيش قدامنا حل غير كده طهر اهم حاجة نقطع عايشهم من المكان بيشتغل فيه عشان يقبل يشتغل معانا يعتبروا حصل يا سيدي الناس موسيقى موسيقى يا مرحب يا حسان باشه يا مرحب ده ايه النور ده؟ دي الشركة نورت بداخلتك عليها والله الشركة من ورا بصحابها انا مش بيصدق نفسي من الفرح انا نودي ودي افرشك الارض رملة ايه يا وات شغل الفوعلية اللي انت فيه ده يا وات؟ ما تنزلش كارتي الاسمنت من على كدفك وانت بتسلم عليها عب كده نزل ياد رجلك نزل رجلك اهيه حسان بيه مش محتاج للمحلسة دي حسان بيه صاحب مطرح اتفضل يا باشه اتفضل افرجت على مكتبك الجديد اتفضل مش تفضل معانا اتفضل يا حسان بيه اتفضل 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 يا حسان بيه اتفضل اتفضل يا حسان بيه اهة اتفضل مكتبك الجديد لا لا انا عايزك تقعد هنا عايزك تجرب المكتب الجديد ده انا دفع فيه دم قلبي بس والله مش خسارة فيك ده احنا بيننا عيش وملح واني لحمك تافي من خيرك وجبنا لك كمان سكرتير اخصوص تكنيلة عليك وعلى اندفاعك دايما كده مندفع وحريق لكل مفاجآتي تشرب ايه يا حسن بان لا على حالة طبعا متشجر لا ازاي اياكش يا رب بعدم كامل اخويا ديه لانتشاني بحاجة خلاص 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 شاي هاتش يا ام هاتشاي بسرعة بسرعة انا عايزك باجا تورينا الهمة تورينا الشغل واني زي ما اتفقت معاك اول كل شهر حديك في ايدك خمس تلاف جلال ولو حبيت تشتري عربية بالقست او اي حاجة انا رقبتي سدادة الخير كتير والحمد لله ده انا ممكن كمان افتح لك حساب في البن وحطي لك فيه المرتب بتاعي والقست يبقى يتخصم منه ها اهقولك ايمان ايه ده حساب ده عربية جديدة ايه رايك مبروك الله يبارك فيك كيبتها بالقست عشان اتراحل بقى من زحلة الموصلات ايه رايك يا ملوك يعني يعني الله او انت لكبتها عشان تقولي يعني اما اللي ما تسوقي هتقولي ايه انا لسه صغيرة وانت عارف كده انا عارف يا سنتي بس انت مش هتسوقها لوحدة انا حسوقها معاك ايه رايك اتفقنا اتفقنا بالمناسبة دي هعملكو بكري يوم رياضي يعني ايه يوم رياضي يوم رياضي يعني اصد نحتفل بالعربية الجديدة نخرج نفسح ماشى شوية يعني عشان خاطر ملوكي ولا ايه ملوكي هنيجي طبعا اهو شفت بقى ماشي هتيجي لو ملك وفقت يعني انا موافقة ايه ملك وفقة طب خلاص انا موافقة يعني احتمال ماما تبقى موجودة شاهندة حسان الصغيرة يعني انا اتبسط شوية يا ريت هاي اشوفكو الصباح ان شاء الله بإذن الله سبعة اللي خير مبروك الله بارك فيك اه السلام الله ينور عليك يا باشي هو ده الشغل ولا بلاش انت مش عارف فرحتي من ساعة معرفت ان الشحنة دي وصلت بالسلامة اني مجاليش نوم ايه السلم وش معنى اهل الشحنة دي منا ياما خلصتلكو شحنات ايه المشكلة في دي يعني فيها ايه دي غريبة يعني لا يا باشي اللي انت دخلتها بشطرتك دي دي تجارة ده تهريب تهريب انت رأس يا طهر انا كنت ايه كنت يا باشي كنت انما انت دلوقتي حاجة تانية رميت حمل الميري من على كتافك وبقيت حر نفسك وبعدين اللي احنا بنعمله دي خير فيه ناس غلابة يا حسن باه ما بيقدروش يرفعوا راسهم قدام مراطاتهم ورقابيتهم قد السمسمة اسألنني احنا بقى بنستورد الفياجرا دي عشان الغلابة دول يرفعوا راسهم قدام مراطاتهم وبيوتهم ما تتخربش انت اكيد الجناة انت في دمارك ما تكبرش الموضوع يا حسن باه ما تكبرش الموضوع واحسيبها بالعقل عقل انت خلت فيها عقل انت واحسين نخلف مبادئ ازاي مبادئ ايه مبادئ ايه يا حسن باه المبادئ دي خلاص ما عديدش بتأكل عاش بيعها بيعها واستفيد بفلوسها بدل ما تصدي جواك وتضطر يتبيعها ببلاش بعد كده انت الزهر نسيت نفسك اه طهره مستيه اني عمري ما نسيت نفسي بس الزهر ان انت اللي نسيت نسيت انك رد سكون وما بقيتش الباشا بتاع زمان طهره مستيه اني بوعيك اه باشا اني بوعيك وبعرفك مصلحتك اللي انت مش عارفها تقدر تقول لي خدت ايه من شغلك مع الحكومة غير المرمطة وقلة القيمة واخرة المتمة استغنوا عنك ورموك في السجن عارف ليه يا باشا؟ عشان هما موظفين ما بيحبوش بعض ما بيخافوش على بعض ان ما احنا في شغلانتنا دي قلبنا على قلب بعض لان المصلحة واحدة حق مش عليك انا اللي استغل ضرب الجزمة ان قبلت اشتغل مع واحد وقتي زيك ماشي اني واطئ بس يكون في عيونك انت مفيش حد حيوظفك ولا حيديلك المرتب اللي بدهولك وخصوصا لما اعرفوا ان انت ثوابق برا الباب دي مستنيك الفقر وقلة القيمة ودون ما بيرحموش حد اسمع كلامي اسمع كلامي وانا اخليك تلعب بالفلوس لعب وخليك كبير والصغير يعمل لك ألف حساب احسبها يا باشي بس ياريت احسبها صح حسبتها يا طاهرة مصطي وموت مجوع اشرف لي ان ابيع كرامتي الواحد واطي واسخ زيك موسيقى 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 ماديني جيت ايه يبقى المفاجئlearningنية عشان لحط المطوعة؟ فيه موضوع مهم ولازم ان نتكلم فيه يحساب يحساب ماشي ايه إيه بقى موضوع المهم موسيقى المترجم للقناة كنت تعرف إنك عايش كنت تعرف إنها ماتخلش عليك وكنت مستنى اليوم اللي أشوفك فيه عشان هقتلك يا دياب وكنت تعرف إننا هتجاب له هقتلك يا دياب يا سنة سوخة، يا سنة سوخة، ما يصحش كده استهدى بالله، استهدى بالله، استهدى بالله ايه ايه يا حسن با مش كده احنا النهار ده حياتنا كلنا متعلجة ببعض عشان كده لازمنا نهدأ نهدأ ونتفاهم نتفاهم علي ايه وبعدين انت يلي دخلك وسطينا يا زبالة يا واطم انتو الاتنان انتو الاتنان اللي دخلتوني وانتو الاتنان استغلتوني كل واحد فيكو افتكر انو اشتراني لكن اني اني خدمتوكم وبحبوكم انتو الاتنان انتو مبتحبش غير نفسك عشان كده بعتني واشتغلت مع دياب واشتغل معاك ما تنساشي وبقى ابويا واخويا كمان وشاهد علي يا زور كلنا غلطنا كلنا غلطنا ومفيش حد ما بيغلطش وكلنا عدنا الخط ودلوقتي لازم ان نتفق نتفق؟ ايوة نتفقوا ات من الاخرى دياب عايزيه دياب دلوقت حد تاني غير اللي كنت تعرفه دياب اللي انت كنت تعرفه مات الله يرحمه ويحسن إليه لكن دياب ده واحد تاني اسمه ديابو محمود من جنوب أفريقيا زي ما بقيت انت حد تاني اسمع يا حساب ما فيش حاجة تقعد على حله وإحنا كده ولا كده محتاجين البعض يعني ايه؟ يعني ننسى اللي فات ونفتحه صفحة جديدة واني؟ همدي يد ليك مين نسى اللي فات؟ ده انت بيح بجاح يا اخي احسن لك تنساه زي ما انا حنساه اسمع كلامه يا حساب دياب عايز مصلحتك انت تخرص خلص لا مش هخرص اني مش هخرص ويكون في علمك مشاني اللي شاهدت عليك زور وعبطت التمن اللي شاهد عليك زور زميلك الزابط حامد وقابض من دياب اشتريت حامد كمان اشتريت حامد كمان طب والله العظيم عجبتك انه ملعوبة دياب ملعوبة سداجني يا حسن بي احنا محتاجين لك وانت كمان محتاجين لك وكله بتمنى احنا مستجد ايه دي؟ ما انت هرفت قبل كدي هرفت عشان الغلابة ولا نسيت الفياجرات واللي بيمرج الصفية يا ري بيمرج الكبيرة كمون احنا عايزين نشتروا دماغك السم دي بأعلى تمن وبعاك اتفكر انك بجده حتتنازل لا 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 انت شاريك ورأسك ورأسك كمون انت مش حتتنازل انت حتبقى جوي وحتزل كل اللي زلوك واللي بعوك اسمع كلامي وحتعيش مالك ولو ما سمعتوش ابقى خل اخوك الصغير يديك المصروف محمد جاء يا اما تصرف عليه انت عشرين في المية من كل عملية ما تقبلش اجل من خمسة وعشرين في المية دول بيكسبوا يامل وانت اوسخ حاجة عدت علي حتى قلت كده قبل كده محدش قلي بس اني عارف فكر يا حسان فكر وعاك تغلط الغلطة دلوك ابتغفاش اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة العلم أريان دولار والبوب رجلتي وضهري وإخواتي أكده على أس أهلاً وسأله وهدان دراع اليمين وكامل وطاهر أنت تعرف نتكلموا في الشغل اسمع يا حسن بي عيب ده أنت معلم كبير وابن معلم كبير كلام في الشغل يبقى لوحدنا الله يرحمه صح طب يا أخوانا يعني يا أديكم سمعتكم نفسيكم لو ما فيهاش إحراج يا عيب يعني معلش كامل مش حوصيك شيات جهاوي وهتلهم غد يلا يلا يا كامل أهلاً المتأسفين يا رجال نتفضل نتفضل نعمل إيه نتكلم في الشغل ما نقولت لما نبقى لوحدنا ليه وما إحنا بجينا لوحدنك اطلع برا طهلا اطلع برا الزّالة ده أنتوا أصلا ضيوفي وبعدين أنا معه هيا خلي حسن بي على راحة ماش طلعت طاهر ليه؟ خين خني وخانكوا قبل كده يعني ممكن يبقى احنا الاتنين على بعض شروة بالعرب من كده ملوش امان وروحنا في ايده ما نقدرش نستغنى عنه لانه يعرف حاجات كتير قوي عنه وهنعمله معه ايه؟ هنعمله زي الكلب السعران من وقت للتاني بنرميله حطة لحمة فيفضل تحت ايدينا براوة عليك براوة عليك يا حسن بي احنا اتفقنا على نسبتي 25% بس مااتفقناش على طريقة الشغل كيف يعني؟ يعني كل واحد في ملعبه حديش يدخل في الاختصاص التاني انا ماحبش حدي يفت في شغلي نزلي ايه؟ قصد ان انت اختصاصك التعامل مع الموردين اللي برا والاتفاق على البضاعة وأنا شغلي دخول الحاجة هو البلد والتخزين والتشويل وأقول امت الحاجة وتدخل وانت الحاجة ما تدخلش وانت تسمع كلامك التفاجنة، في حاجة تاني؟ لما يكون في حاجة تاني هقولك على بركة الله، التفاجنة التفاجنة خلاص يا سيدي، البدوعة تخزن الله ينور يا رجاني، الله ينور صدق اللجال، ادي العاشة لخبازه على كده، احنا ممكن نكرروها وندخله بضاعة عيامي لا يا خفيف الحيلة اللي بنعملها مرة ما بنكررهاش تاني ودي تعليمات حسان باشر ليه؟ ده لزوم التأمين يا تغفر يعني ايه؟ ابو الليف حبيبي ملاكس فيه دخول البداعة مصر من اختصاص حسان باشر ليه؟ يعني؟ خلاص خلاص يوهدان، التدخيل دي شغلة حسام رجالته وهم مدربين طب ديها ببيته ومرنا بحاجة تانية؟ اه طب حسان بيت كان قالينا ان احنا هناخد من حضرتك الـ الفلوس، الفلوس لا فييه وهدان امرنا يا سيد، فضل شكرا وصلوها الحسام باشر وأنا، وأنا هكلمه بينا يا رجالة ولعله خير ان شاء الله ربارة بوليف وادان، ومرنا يا سيد جفلي المغزر يلا رجالي مهدان تمام يا سيدي يلا رجالي مهدان مع وش أحد تبه مضلعين خالص أحد ما ييجو صاحب البضاعة ويستلموه فاهم ولا لا؟ فاهم يا سيدي مهدان فاهم مهدان يقول لي يا الوحدي لعله لعله خير إن شاء الله كده الوحدي بتدي صح صح يلي كسرانس او مون ديو معقولة جارت السلاح بتطلع الفلوس دي كلها؟ أما أنا كنتاهي بالوان شغال في النص بكل ده فنان ليه في الفلوس الشمال ولا؟ واضح كده أنا كنت غلطان يا جنرال حقك علي أنا هاسف أسفك مقبول المرادة فلوس اللي صوابهاك وعملها تعدي فيها دي وبترييله عليها ولا حاجة تل خمس تلاف جنيه كل واحد فيكو لسه ليه في زمتي خمسة واربعين ألف جنيه يا فورا ألفا؟ وحقنا وتعبنا وشيئنا دول فيه لا أنا عايز أفهم لها كده أفهم لك يا برماجي ما أنا لو وديت كل واحد فيكو خمسين ألف جنيه في ايدو هاي وطولة في داعي اللي هيدرب بيهم واللي هروحي بعطرهم عن نسوان واللي هينقق بيهم في كبارين واللي هحطهم التنوي يقلدهم مرتين ثلاثة وساعتها حيبان علينا مظاهر الصراع الفاحش وهنشرف كلنا في نفس العنبر في كلاب شو أحد لا والنبي تكلبوش تاني لا والنبي عند الحق يا قم دورا تصدق نبتع من قينا لك هذا مش سيبين حد في حالو ما الناس بتعمل بيهم يا جنرال؟ السؤال واجئة الفلوس دي وهحط عليه ومادهم هنفتح بيهم شركة الشركة دي تبقى وطن استخبى جواه ونشتغل من خلاله يا عيني عليك يا فوكس يا جمد قوي واحد كده الفلوس تولد فلوس وتبقى الحياة في البنبان بس يا عمم الشركة دي هتشتغل فيه اسهل حالك استرادة وتصدير كلنا شركة فيها بنفس النسبة السؤال خير زكي يا عمان خير يا حسين عايزي كان فيه موضوع كنا اتبقى انسى وخالص الموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه انا اسفل وتعدد حدودي اسفك مقبول بس انا مخلصتش كلام خير عايزي تقوزيني 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 نوازي مكراك عند الوقت بس عرفت اني الرجال هم اللي بيتقدموا لستات مش كل الناس محظوظين مثلك وانت شايفة بقى ان انا حظي حاله اذا البصل كبير حابب يشوفك فحظك حاله كتير والبواب كلها رح تنفتحلك البصل كبير شخصيا عايز يشوفني ليه شكله حابب يعمل بزنس معك معانا؟ طب من الاولى ما تأخذنيش طبعا ديدي يعني يشتغل مع الراجل بتاعه ديال لا تيب خلاص شبع بعدين طمع كتير وعمل بس حاله نحن هلا عم نفتش على بديل عنه اه عم نفتش على بديل وانا بقى البديل اذا نجحت بالامتحان؟ ده لسه فيه امتحان وأعمال سنة وهه الامتحان هو انه لازم البيك بوس بس يعطي ابروفل عندك واللقاء ده هيبقى فينى شاء الله انا رح تدبر لك موعد سريع كتير بتطلع بتسفر وبتقابله وصدقنا هاد السفرة رح تغير لك حياتك كلها رح تصير حسام الهلالة الجديد ومن بعد ما كنت عم تتقسم رزق مع غيرك راح تكون الملك الملك السلاح بمصر ها هاب أحسان الهلالي جديد واضح أنه فهم شغلته منيح ومتمكن من حاله أنت متأكد من اللي عم تقوليه؟ بعتقد أنه هو أفضل شخص ممكن ياخد محل دياب بمصر رد بيلي موعد معه وعندي بكرواتيا أوكي كونجراتشوليشن اسم أبروك يعني خرجت من الفنوس وظهرت في عز النهار وخطرت بنفسك ايه مش غايفة ضرورة ليها أحكام قصد الخيانة ليها أحكام يا ساتر يا رب خيانة؟ خيانة مين لمين بالظبط اسمع ما تلوعش معاي أنا عرفت كل حاجة وحش وحش يا دياب قصدي يا مستر ديابو بالرغم من الكره اللي في قلوبنا البعض كده لله في لله إلا أني لسه عند وعدتي لأن ما تعودتش أخلي في اتفاقاتي حتى مع الناس اللي ما بقبلهمش يا أخي والدليل على كده نسرك لسه في بير وقالك وتسلمتك للحكومة وشغلك مع البير والبضاعة اللي بتدخل لحسابه اللي بتسميها ايه؟ ما بتسميهاش خيانة؟ بيزنس بيزنس يا دياب بيزنس is بيزنس زي ما أنت كنت بتقصدني في سلاح بدخلولك وباخد نسبك هو كمان بيقصدني فبدخلوله وباخد نسباتي فيها ايه دي؟ انت بتشغل لحسابه ولا لحسابي؟ إيه دل أنت إيه لك عائلتك؟ أنا لا بشتغل لا لحسابك ولا لحسابه أنا بشتغل لحساب نفسي وأنت عارف كده كويس انت بجده بتجسم السجبينتني وحتعص الموردين علينا والله كل شيخ ولي طريقة وانت واضح أن انت قدمت لمارسل طريقتك بقيت قد فشل لا بقيتش تيجي على هوا الموردين والناس اللي بتشتاهم خلاص خسرت زباينة نصيحتي ليك بقى توعد مع رجالتك كده وترجعوا وتشوف أخطائك فين وتصلحها انت اللي حتقولي أنا حامل ايه؟ أنا ما بقولكش أنا بنصحك أنا بنصحك نصيحة لواجه اللي عايزنا دخلك سلاح؟ عدخلك سلاح طرح ما أخد نسبيتي تلت ومتلت إنما بقى تحتكرني وشغل النصب ده ما يكلش معايا بعد ما مدتلك يدي واكبرت بتعض اليد اللي اتمدتلك واللي خلق الخلق واللي خلق الخلق هجلب عليك شياطين الانس والجن يود الهلالي طب عوز بالله من الشيطان الرجيب بتتحرق شياطين الانس عالجن ولو اكترت في الكلام هحرقك فيه البيعة انت بتهددني؟ عاشا لله أنا التاني مرة بنصحك ويا ريت تحط الكلمتين دول حالها في ودنك وما تتهورش عشان شغلاتنا دي اللي بيتهور فيها بيتعور وانت مش حملة تعويرك وانا صبري بتده ينفد بتده ايه؟ ينفد وهقلب عليك القديم قبل الجديد أنا اللي هقلب عليك الجديم والجديد اسمع يا ود الهلالي الواضح إنه طريقها باجا مختلف ومن النهار دي خد بالك وانت ماشي خير إن شاء الله محدش ضع من عمره هلا عمرت يا دي الله يا ولد البطاش وبعد قالك تاني لو قربت مني أحرقك حلو علومتك؟ مديني وما عبد أحرقك يا دي الله يلا شباب اشتركوا في القناة في القناة وما عبر اشتركوا في القناة يا رجالي مش عاوز ود الهلال يطلع مني يا حي تحميل ولا لا ايو سلام ايييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي leyييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي اشتركوا في القناة وادان ما تنساش يتزبط وش العريس عاوزوا يروح للعروسة متزبط الو الزبط محمد الهلالي ايو من معايا مش مهم تعرف من معاك المهم عاوزك تعرف اللي مغلبكم وبدخل شحنات سلاح للبلد هو أخوك حسام الهلالي انت كدام انت مين يا نا كدام لو عاوز تتأكد أخوك عنده عملية جديدة يوم الجمعة على حدود السلوم وما تنساش يحضرة الزابط ما تنساش يتسأل نفسك سؤال هو أخوك حسام دي جاب الفلوس دي كلتها من فين انت مين يا لأ أخوك حسام الهلالي 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 نعم شكراً 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 يا مرتي بيت أخوك أفضل أمحمد بيدي أفضل فقط إيه الأعزة ده يا حسين؟ الأعزة بالفضل ربك يا أحمد بيت فاكرة يا حسين وإحنا صغيرين كنت دائماً بيتقول لي أوعى تغلط يا محمد لأن اللغلط لازم حيتحاسم صح يا محمد اللغلط لازم يتحاسم أنا هابد عليك يا حسين لأن اللغلط لازم يتحاسم مش إنت اللي علمتني كده عبود عليا طعا أنا أود أتكلم الأول و بعدين أبدأ عبود عليا أنا مش عرفنيش أقل في بيت زي ده جاي فلوسه من دم ناس حافظ على كلامك ولاحظ أنك بتكلم أخوك الكبير أنا مدرك أنا أقول إيه كويس أنا عارف أن إنت تاجر سلاح يا حسين داني يا محمد داني تاجر سلاح حرام عليك يا أخي حرام عليك أنت بجد صليمني ما عشان تيوم وليل يا حسين تبقى عايش العيشة اللي إنت عايشها دي حاجة من ثلاثة يا بيت تاجر في السلاح يا بيت تاجر في المخدرات يا إما ورسنا وأنا منتقريش أنك إيه حد في العالمات أورا أنا مش فاهمك أنا مش فاهمك يا محمد أنت كمان مستخسر فيه العيشة دي بعد القرف اللي أنا شفته والظلم اللي أنا اتظلمته مستخسرها فيه أنت قلبك إيه سو دوا يا أخي وأنا ما عرفش أن قلبك كده ما عرفش وأنا ما عرفش أن أنت كمان قلبك كده بس من ساعة ما قابلت تتجاوز الست اللي أنت قتلت جوزها وأنا مضيق تجني انتو وليه؟ افرصي معايتك انت ايه؟ اتكبرت فوحك ست مين اللي انت بتكلم عنها دي يا محمد؟ مش حاجة إيمان أنا محمد شاكينا سامسك مين الست اللي بتكلم عنها دي يا محمد؟ انت بتكلم عني أنا؟ أيوة انت يا إيمان معتازم أغادش بسبب مؤموري مين اللي انت زي محمد؟ مين اللي انت زي محمد؟ هو سامسك من عجابة لواء؟ غصب عني الله العظيم تلاتة غصب عني احنا كنا وقفين لما كان كان منصروا بقى ليه؟ ليه حرام عليه؟ ليه؟ 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 نعم تتجن انت؟ بالعكس انا عقلت عناي فتحت ولا نفتحت يا موت يا ابن يا إيمان؟ وانت عايزني يخلف منك انت؟ بص يا إيمان أنا وقف قدامك ها عايزة انت قمي مني انت قمي عايزة تتبحيني يتولعي فيي هيعمالي اللي انت عايزة لكن ابني لا ابني لا يا إيمان ومستعد بعد ما تولدي يأخده ونختفي من وشك خالص بس لا حتشوفيني ولا حتشوفيني مش هتموت يا ابن يا إيمان زي ما حرمت بنتي من أبوها هحرمك من ابنك انت مخفيني ايه؟ قلتلك ما كانش هاصدي ما كانش هاصدي ما كانش هاصدي ما كانش في دماغي غي المنصور رباطاش وبعد ما همش ابن الواحدي ابني سمه هقني بقيت اكرهه زي ما بكرهك هافني الله ونعمل وكيل فيك بص يا إيمان بص يا إيمان حقوق وحقوق ابني هتوصلك وعليه مرأة تراقيك بس لو قزيت ابني هدايك هدايك فكروا ابني لا لو انت مش عايزاه انا محتاج له وحقوق ابني دياب ايو دياب دياب اللي انت فهمتني انك قتلته وطلعت كذابة يا محمد بيه لا دي لعبة شاكلكو كده كلكو عاملينها علي هتقولي لعبة لعبة ايه؟ لا بلعبة مفهم 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 ايه؟ مش انت اللي قلتلي على طاهر وطاهر ده اللي قللي على الدياب وصلت بيك الوساخة يا حساب انك تورد اخوك عشان تهرب مجرم مش وقته مش وقته الكلام ده بيقولك ايمان وشهينتا في خطر دياب خطفه انت تقرس انت كل المصايب دي بسببك انا هحبسك يا طاهر ده لو عرفت تلسك علي حاجة كل الكلام ده مش وقته يا محمد بيه شهينتا في خطر يا اخي تبع فكت اختك خلو دياب انتو في بينكم كلمات اختك ومرتك حدان وولدك كمان ابني ابني زاك مالك اتخلعتك ده دي مش مرتك كانت حبلة وهو ولدت على يدي والحمد لله اسمع 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 صوت ولدك اسمع اسمع ايو ايو سمحتك لبوك يا زي الجوار اه انا هقليك تسمع صوت اختك اصلي ورتك تعباني لا اتاع ابقاني واستنى شوي استنى 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 افتحوا البهب خلوه أنتشو رحمه الله ألهيكو أراه إلهي فين؟ من الوضع فين؟ يا حسين! إلحان يا حسين! إلحان يبنك خدو من يحضر؟ إيدا شند! إيد خالص! طلع طمانين إيماً بخدو إلحان يا حسين! إيدا! إيدا! هلو؟ أفتك فين؟ شند؟ شند؟ أفتك فين؟ يا حسين! يا حسين! يا حسين! يا حسين! يا حسين! قطعت كلبي اسمعي ودي الهلالي زي ما قتلت أبويا وأخويا وقتلت جابر وهو برافرف فاكر ولا لا؟ حكتل ولدك حكتل ولدك حكتل ولدك حكتل وردك اسمه عمد الهلالي اسمه 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 ابن لأ يا دياب ابن لأ وعملك اللي انت عايزه اطبح اطبح حكت يا ديابي بطاش اطبع محمد ابتح الطريق اطبع محمد ابن لأ ابن لأ ابن لأ ابن لأ وللعن عمس وضmans ابن لاغنه فكي ابن لقصви ابن لابن ورا وراكم بالعиц ابن لام ابن لأ يمتي في بيتك ومعي أنا عايش تطمن حبتي تطمني أنا ليه بيحصل فيه كده لا 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 ليه دي أبي قتل إيه وليه قتل معتز أنا عملت إيه قتل معتز يعني إيه لا لا هو أهلي أنه هو الأدب معتز يعني أنا بريد من جنب معتز؟ يعني معتز ما ماتش؟ لأنه وقع من عالجابل مات في المستشفى يبقى ابن الكلب اللي أعطى وزي اللي أعطى لابني شفت يا مان؟ شفت يا مان إنك ظلماني؟ شفت إنك اللازم تصدقيني؟ عرفت إن أنا على حق؟ زي ما عرفت إنك تجر سارع؟ أنت غابي أنت أمدي نفسك في تخير واخدنا كلنا معك رجعني بيدي شفت يا مان؟ شفت يا مان؟ ودي لي بيدي ودي لي بيدي مستحي دبعت يا مان؟ أم تسحبه روحشان؟ غادة زميلي بيأنبني يا فندم لإني ظلمت عشان كده أنا جاي أكفر عن زمي واعترف حتى لو اعترافي ده حيعرضني اللي أقوب يا فندم يا ليه تك توضح أكتر بصراحة فندم أنا ظلمت زميلي المقدم حسام الهلاني لما شاهدت عليه وقلت أني شفته هو بيستلم شنط الفلوس من تجار السلاح أنت وعي الكلامك ده أيها فندم الحق دعماني وخلالي عايزة متقل منه ده معناه أني أنت شهدت شهدت زوج عامنه فيه لأنتو عايزينه فندم المهمة رايح ضميري وكفر عن زمي قدام ربك ألف مبروك يا حسان سعدتك عرفت أنت لسه الخبر جايي لحالا أن حامد غير شهادته وكنت هكلمك عشان أهنيك وأقولك أني احنا معاك وفي ظهرك دلوقتي بقيتوا معايا وفي ظهر يا فندم طب سؤال معلش يا كنتو فين لما حصل اللي حصل يا فندم انتو خليتوا بيا خليتوا بيا وضيعة طولي ومحدش فيه كوية في جنبي عشان ناس بتبرغطي دي ساعدك إزاي حسام وإحنا جاة تنفيذية مش جاة التحقيق وبعدين كان فيه شهود ضدك في القضية أيوة كان فيه شهود ضدك والقانون لازم ياخد مجراءه حتى لو القانون ده مش هحقق العدل حتى لو حيزلم واحد بريء زي يا فندم ويترمي في السجن تلت سنين تلت سنين يا رفعت به القانون بيحكم بالأدلة والشهود وانت كان موقفك ضعيف في القضية لكن بعد حامد ما غير شهادته بقى فيه أمل أمل كمير انك ترفع قضية رد اعتبار وتسترد كرامتك ونرجعك شغلك وتاخد المكان اللي تستحقق ياه ساعتك لسه فاكره باشا بتاخر الكلام ده فاته وانا أنا جيت لساعتك بس عشان ثبتلك ان أنا كنت صح وانتو كنتوا غلط بس هنعمل ايه للأسف احنا في زمن عشان تثبت فيه صح لازم رجلك تجيه في الهرض تقصد ايه حامد افاندي عامد اللي حضرتك بتقولي ان ضميره صحي فجأة وخلاه يغير شهادته مصحيش من نفسه باشا ولكن زابط منبع عشان ضميره يزحي هما ليه؟ أنا فانو دورت وراه ومسكت عليه حاجات توديه في ستين الف لاهية وخيرته يا اما يروح يغير شهادته ويقوله انه شهد في حق يزور يخش السجن يا اما فضحته تبقى بجلاجل ويتخرب بيته ودمراته وولاده وبرضه هيخش السجن بس مش عشان الشهادة الزور عشان الرشوة رشوة؟ ايوه رشوة سعدتك المرتش الحقيق يا فاندم هو حامد مش انا لكن هنعمل ايه؟ من الاسم اليومين دول بتاع الحرمية الشطار اللي يعرفوا يعملوا اللي هم عايزينه ويأمنوا نفسهم ويستفوا وراءهم وما يسيبوش وراهم اصل والقانون ما يخدش معاهم لحق ولا باطل انا بل زي حالات يا فاندم اللي عاشين بقلبوهم سهل او تفصل لهم البدل على مقاسهم بالصمت ويروحوا شرب اتناه كنت فاكرك هتفرح بالخبر ده وشغلك وحشك وحترجع واتطلع طاقتك الطاقة هتطلع هتطلع يا فاندم هتيلقش عليها لو مطلعتش في الخير تطلع في الشر ولو مطلعتش في الينين هتطلع شمال انا عارف ان انت مريت بظروف صعبة لكن ده ما يخلكش تفقد ثقتك في نفسك وايمانك بربنا ربنا 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 سمحنا ويغفردنا جميعنا فاندم ويسامحكم ويسامحكم سلام عليكم ويسامحكم سامي بالله باشا وستلم من النوس عين امه الله يناور الله يناور رجالة كده باشا احنا عملنا اللي علينا مش فاضر فين انا اتساوم دياب على النوس عين امه ده عشان يعرف ان الله حق كده ويتقي ربنا و بالمرة اللي ام تاعبينه عناني عارف اش دران لو كنت معنا وشبت مع نظر امه احنا بناخد منها ابنها بالعافية كان قلبك يا تواجة قوي ياكش داول عيه وجوز مش كفاية حرام وقلب بباشا على ابنه يا اخي حرام عليك حرام عليك دعائي صغير ليه شيء زم بقاله حرام وحرمت عليك عيشتك العين بالعين والسن بالسن والبادي اصلم والعلو خير ان شاء الله يا باشا طبعا عايز اعد لوحدي انتو طرش عايز اعد لوحدي تعبان صغير تعبان صغير من ناس لتعبان كبير حرام هينها عملكش زنب في اللابوك وامك عملوه بس زي ما قال لعلو العين بالعين والسن بالسن والبادي اصلا هترك مضطرة ترك عشان اقضي على ناس للبطاتشا هينعم بيقولوا التعبين الصغيرة ما بتعزيش بس مين عارف مكرة تكبر هتركت عبان كبير زي ابوك ونسعيتك تبقى القبر مضطر مضطر اقتلك زي ما اقتربني ومن قبلها ترسل ما اللي اغضطناها ومن قبلها ترسل ما اللي اغضطناها ماش اخترتني بيبازوها يا جميل يا لستر ألبير بهيد معك حب طيب وين المدام لنشكره؟ مامت هتعبانا شوية اللي بتقعد معي ما عليش هي بتعتذر وانا بعتذر بالنياب علي منوارين ومشرفين عريان مع مستر ألبير ها عايزك تدلعهم اخر دلع ما يغبوش على عينيك فقدر فندم شرفنا منوارك فقدر فقدر وح تشاهد على روحك ود الهلالة فقدر محمد اقتلك ولا اقتيل أخوك في الأول ملكش في دعا بأخوي يا ادياب أنا قدامك له، عاوتني مودني اه!! ها اقترضه زي ما قتلت أخوية خابل في الأول فاكر فاكر يا ادياب فاكر 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 يا دياب فاكر وانا قدامك اهو انت عايز تعمله اميله في انا ماليفش لعب اخوي انتشاهده لك انتشاهده لك انتشاهده لك عايز مهدني مالذي تعمله land كلا كذلك اقدم محمد! حاكتلك قاتل الهلالي! حاكتلك! لو كان أخري في عمري حاكتلك! حاكتلك قاتل! راح يحكي المحامي تابعي! انت غلطانين! السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته انت ايه اللي جابك؟ مش كفاية اللي جرلنا بسببك؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ سيبي يا ماما! انت ايه اللي بينك وبين اللي ورفعت يا حسين؟ اللي ورفعت هو القشة اللي قطمت ظهري بعد قلم مامك اللي فوقني! مستغربة؟ قلمك فوقنا يا ماما! يومها مشيت من عندك وانا هتجنب! مش مصدق انك مدت ايدك عليا! وصعبان عليا بينك قوي! ماشي الدنيا بتلف بايا! جالي تليفون! قالوا لي ان حامل يتقبض عليك! واعترف انه شهد علي يا زوري! ابنك بري يا ماما! ابنك بري! تستغربيش! كرمت رجعتلي تاني يا ماما! تصلوا بقى من الداخلية عن طريق ساة اللي ورفعت وطلبوا مني ان نرجع الخدمة! مش هتحك عليك يا محمد رفضت! مجيتش هنفعل! وقمت عشان امشي! حسام! انا عارف اني بعدانك قصيل! عشان كده عايز اساعدك! واذا كنت غلطت وعديت الخطوط الحمرة! ممكن تتراجع! وتصلح الهرادة! قريت كان ينفع يا حمد! قريت خلاص! اخسرت نفسي! حياتي! اخسرت سلم! كل في بطنه! قريت على كده بس! حتى ايمان! اخسرتها! اخسرت ابني! اللي تولد عشان يموت! البقية في حياتك يا حسام! لكن البقية دي! لازم تكون مختلفة! قد عارف ان انت مريت بتجربة صعبة! لكن اتعلمت منها! انجرحت! لكن لسه عايش وتتنفس! لكن بحكم العشرة اللي بنا! مش هسمحلك تضيع حياتك! انت جواك خير يا حسام يا ابني! انا متؤكد من كده! مهما كان الغلط! هتصلحه! حتى لو قلت لساعدتك! ان حسام الهلالي! ابنك! ودلميزك! وظابط الشرطة! هو تجري السلاح الكبير اللي مدواك وبيتطوره عليه! ايه؟ زي ما ساعدتك سمعت! انا الكبير! كان لازم اطلع الطاقة يا فندم في حاجة بحبها! مش ساعدتك اللي معلمنا كده! ومعرفتش اطلعها في الخير معاكم! فاطلع طاقة عليكم! استحيل! ايه الحقيقة يا فندم؟ وده اعتراف مني! والاول مرة اقوله! ومش عارف قلته ازاي! ولو ساعدتك سألتني كمان ثانية من دلوقتي حقول ما قلتش! وهيحلق اريفات بيه! انا ما سمعتش حاجة! يعني ايه؟ دعني جاتلك الفرصة! عشان تصلح الى خلط من يوم! ومعتلت منزول لغاية دلوقتي! مش فاهم يا فندم! الموردين اللي برا مصر! يا باشا بقول لساعدتك انا الشيطان الكبير! والموردين اللي برا مصر اللي ساعدتك عايزهم دول! صبياني! زي الخاتن فصباعي! اجيبهم بتليفون ساعدتك! ماينفعشها باشا! لا! حينفعها! انت لازم تغلب الشيطان على جواك! وتغلب الشراطين اللي حواليك! وتعمل الصح! موسيقى! 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 ساعتها ترميت في حبنا! وكايني بتعلق باخر طوق مجامع وموت! اتفقت ان انا اتعاوم معهم علشان نوقع موردين السلاح اللي برا مصر! وقعدني اللي ورفعت ان اعتبرني شاهد مالك في العضية! واكتشفت ان مش عابل ان انا نغود! وان انا ملعب ان انا نستمر في الغلط! الانسان القوي يا ماما هو اللي بيحط الخطوط الحامرة لنفسه! ما بيستناش حد يعلم عليه! ابتلقى كلامك صح يا ماما! البطل الحقيقي هو اللي يقوم مهما وقع! عشان يكسب معرضته الاخيرة! بعدها يا سفرت! عشان اقابل قلبير! المورد! اللي برا مصر! والحمد لله! قدرت اسجله اعتراف بالصوت والصورة! عشان يبع عندنا دليل ادانة! بيع بالجنة! مش دكانش هيو من بيع بالهطة! ما كانش ما ازغر نجيب لستة باسماء كل المتعملين في الموضوع! ده برا مصر وجوء مصر! ودي قدرت اجيبها منديدي! بطريقة مش هقدر اولوكو عليها! يمكن انت تاخد بالك منع محمد! نعيما يا عمر! الله ينام عليك يا حبيبتي! يلا انا كمان بدأت حبيب! حسامو حبيبتي! مهم! شوف اللي اشان عندنا روم سيرفيس! وطلب لنا دانا رحلو! اناي! هلو روم سيرفيس بيز! اشتركوا في القناة! اشتركوا في القناة! اشتركوا في القناة! موسيقى وكل الأدلة اللي انا جمعتها وصلت للإدارة محمد! عارف عن طريقه؟ مصطفى؟ مصطفى الاسمر المنفبر اللي عندك في الإدارة في الدور التانية! هو ده كان المنادي اللي وقف عندي تحت الشركة يبسح العربيات! موسيقى وعملت الحفل! وأعزمت كل الموردين من برا البلد وجوه البلد! والباقي انت عارف يا محمد بيه؟ أبضنا عليهم وأبضنا على ديابي! أو بمعنى صح أبضتوا عليهم وأبضتوا على ديابي! وانت خدت طلقة وعلى حسب ما سمعت وانت خدت علاوة محترم! يا بطل! وانت ليه ما قلت ليش كل ده يا حسين؟ كانش ينفع محمد! قلت أفقدك تركيزك! قلت ألا بأزيك وبأزي نفسي! لانتبه الشغلانة أفعل! يا ده ياه.. انت واجعت قلبي يا حسين الأهم مجد أسم اه لاااااااااااااا لاااا اه هتوهط بينا Rot salive ولك بنتها احن شخصية ظحفت لااااا ما راشى اي مواطن عادي مواطن عادي در محمد بي ولا عايشت اشوف بطاعة كمان اوريها لك بس هاتفتك تقوله عمرك في نظري كبير هو الكبير قوي يا عاسم geçتوري حمد الله ع السلام ياه الحمد لله على السلام يا حبيبي ابن بطنك رجع ابن الشهيد رجع ومش نازه رضاك عنه قربي وربي رضينا عليك يا حبيبي وراك رجالة اللي موركيش وحشتني حسين زيك يا باب زيك يا روح البطول أهلاً أهلاً بالوحش بتاعفن لا لو كان رسام انت لو مش عايز ان احنا نرجع لبعض انا عارفة انت كنت مزيز طب و لو عايز نرجع انا عارفة انت روسان وحشتيني امانة ريزان خان مني؟ انت لو حسن نعم طب وحشتيني حسنان ديك يا روح يا ريزان خان وحشتك خان وحشتك موسيقى حسنان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة